بالعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا والمتعلقة بتكتل بريكس الذي يعد قوة اقتصادية كبيرة تسيطر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي حيث بلغت مساهمة هذا التكتل 31.5% في الاقتصاد العالمي في نهاية العام الماضي 2022 كان قادة التكتل الاقتصادي قد أعلنوا في ختام قمة بريكس عن انضمام ست دول جديدة من بينها ثلاث دول عربية من بينهم مصر في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي بريكس تكتل اقتصادي عالمي تنطوي تحت راياته الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وبدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر من عام 2006 حينما عقد أول اكتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعقدت أول قمة بين رؤساء البرازيل وروسيا والهند والصين في روسيا في عام 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي سنائي القطبية وانضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة في عام 2010 فأصبحت تسمى بريكس بدلا من بريك حيث تعد كلمة بريكس الحروف الأولى لأسماء هذه الدول جنوب أفريقيا حصدت الكثير من المكاسب عقب انضمامها للتجمع حيث خلق هذا التكتل لجنوب أفريقيا فرصا للتنمية الإيجابية للبلاد فضلا عن تعزيز إقامة شراكة استراتيجية شاملة مع دول التكتل كما استفادت جنوب أفريقيا من تأسيس بنك التنمية الجديد لدول بريكس في عام 2015 الذي دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في مجالات مثل الطرق والمياه والطاقة وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة وعدد سكانها يقارب الأربعين بالماء من سكان الأرض وتظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليها دول بريكس فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن مساهمة التكتل بلغت 31.15% من الاقتصاد العالمي بنهاية عام 2022 مقابل 30.17% للقوى السبع الصناعية ليبلغ حكم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022 نحو 26 تريليون دولار وفي ختام قمة بريكس أعلن قادة التكتل الاقتصادي عن انضمام الست دول جديدة إلى بريكس من بينها سلاس دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي من جهتها أعلنت روسيا أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس اعتبارا من يناير القادم يبشر بزيادة دور القارة الأفريقية في الشؤون الدولية مشيرة إلى أنها دعت باستمرار إلى توسيع دائرة دول بريكس ذات التفكير المماثل وجاء اختيار مصر لتنضم للتكتل الاقتصادي نظرا لأهميتها بالشرق الأوسط بالإضافة لموقعها الجغرافية وسيقالها الجيوسياسي الذي يزيد من أهميتها ويؤهلها من الانضمام لهذه المجموعة لتلعب دورا مهما في تشكيل نظام عالمي جديد ويعزز انضمام مصر لتجمع بريكس الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية فضلا عن كونه خطوة إيجابية إضافية لدعم التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في بريكس كما يفتح انضمام مصر للتكتل آفاق وعيد القطاعات الاقتصادية ويسهم في تكامل سلاسل الإمداد والتوريد للتكتل بالإضافة إلى التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء مما يساعد في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاسترادية ترجمة نانسي قنقر